مدينة النعمة تحتضن افتتاح ورشة عمل إقليمية لتخطيط تشغيل وتحديد أولويات البرامج التنموية في ولايات الحوض الشرقي بنك الإضاعي لتمويل الأسقر يفتتح فرعا شديدا في مدينة العيون لتقريب خدماته من المواطنين في ولاية الحوض الشرقي أهلنا بكم مشاهدنا إلى تفاصيل نشرة الولايات من قناة الموريتانية أشرف والحوض الشرقي صباح اليوم في مدينة النعمة على افتتاح ورشة عمل إقليمية لتخطيط تشغيلي تدفو الورشة إلى إعداد وثيقة مشتركة تمكن من تحديد الأولويات للبرامج التنموية في الولايات انطلاقا من الوعي بالضرورة إشراك كافة الفاعلين بالميدان في وضع المخططات التنموية تأتي ورشة عمل إقليمية للتخطيط التشغيلي منظمة من طرف المجلس الجهوي للحوض الشرقي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وذلك لتبادل الآراء والنقاشات لتحديد مجالات تدخل برنامج اليونسيف بالجهة في إطار التعاون القائم بين بلادنا والمنظمة يسعدني بمناسبة افتتاح أعمال هذه الورشة الجهوية للتخطيط أن نرحب بكم لتشريفكم لنا بحضور أعمالها التي تمثل مرحلة جديدة من التعاون المذمر الذي تطمعه الشفافية والحكام الجيد بجميع أبعادها كما تمثل هذه الورشة فرصة لتبادل الآراء ومناقشة هيكل ومحتوى إطار التعاون المستقبلي بين بلادنا واليونسيف في إطار التعاون للتنمية المستدامة بين موريتانيا ومعظمة الأمم المتحدة 2024-2027 التي تم تحديدها على أساس معايير موضوعية بولايتي الحوض الشرقي وقدمارا ومقاطعة دار النعيم من واكشوت الشمالية المستفيدة من هذا البرنامج كجزء من البرنامج المشترك لبناء القدرة على الصمود الذي سيدعم كذلك الأولويات الوطنية بما يتماشى مع الخطة العملية للسراتيجية النمو المتسارع والرفاهي المشترك رئيس جهة الحوض الشرقي بيّن خلال كلمته أن الورشة ستساهم في تعزيز التنسيق بين البرامج التنموية لصالح السكان وإننا واثقون أن جميع الشركاء الآخرين في المجال الإنساني وتنموي العاملين في جهة الحوض الشرقي يتمتعون بهذه الديناميكية الحالية التي تتمكن جهة الحوض الشرقي من تنمية مندمجة ومستدامة وأشكر جميع الشركاء على الجهود المبلولة من أجل تنمية الولاية في المجال الإنساني والاستجابة للأزمات المتكررة التي تعيشها المنطقة وخاصة استضافة اللاجئين الماليين منذ الآن 2012 الممثل بالنيابة لمنظمة اليونسف أكد خلال كلمته أن المنظمة تلتزم بدعم بلادنا في استراتيجية النمو المتسارع والرفاهي المشترك لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الورشة التي تدوم يومين تهدف من خلال مخرجات النقاشات إلى تحديد الفاعلين المعنيين بالتدخلات إضافة إلى استبيان الموارد الكافية لتحقيق أهداف البرنامج أهداف تتمثل في ترقية القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للأطفال والنساء بالجهة أشرف والي الحوضة الغربية أمس على تدشين فرع جديد لبنك الإبداع للتمويل الأصغر في مدينة العيون ياتي افتتاح الفرع الجديد في إطار سعي بنك الإبداع إلى تحقيق انتشار واسع في المناطق الحضرية والريفية في إطار خطته الهادفة إلى تفسيع قاعدة المستفيدين من خدماته بنك الإبداع للتمويل الأصغر بموريتانيا يدشن في مدينة العيون فرعه الجديدة وذلك بإشراف والي الحوض الغربي أحمد ممدوكيلي وبحضر السلطات الأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الجهوية ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية بنك الإبداع الهادفة إلى محاربة الفقر ومساعدة الطبقات الهشة وخلال جولته داخل أروقة الوكالة الجديدة تلقى الوالي شروحا مفصلة حول طبيعة استفادة السكان من خدمات الفرع الجديد المتمثلة أساسا في تقديم الدعم لزيادة الفرص الاستثمارية والتشغيلية للفئات المستهدفة فضلا عن زيادة إنتاجية أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة النساء وقد شكل حفل التدشين مناسبة لممثل بنك الإبداع لتمويل الأصغر فرع موريتانيا الذهب والخير أبرز فيها الأهداف الأساسية لهذا المشروع وما يترتب عليه من منافع اقتصادية بالنسبة للمستفيدين ساهم بنك الإبداع مساهمة فعالة في محاربة الفقر والبطالة وذلك من خلال التمويلات المالية الكثيرة التي ضخها في السوق الموريتاني حيث وصل عدد القروض الممنوحة إلى أكثر من 88 ألف مستفيد بضلاف مالي قدره مليار وثلاثة أوقية جديدة عمدة بلدية العيون بالوكالة فاطمة محنط مغطار ذمنت هذه الخطوة مؤكدة أهميتها بالنسبة للسكان هي إذن خطوة ستريح لأصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب الدخل المحدود في مدينة العيون الاستفادة من التمويلات المالية التي يقدمها الفرع الجديد مساهمة منه في محاربة الفقر والبطالة لقناة الموريتانية محمد رياتما مدينة العيون أدى ولي جورجول أحمدنا والسيدبا صباح اليوم زيارة للمقر الجديد للمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفية الذي تم افتتاحه منذ أشهر في مدينة كيهيدي وتابع الوالي شروحا فنية قدمها المدير الجهوي للمكتب عالي محمد الراجل السالك تضمنت وضعية المخزن الرئيسي الذي يحتوي على المعدات الفنية التي تمكن الفرق الفنية من التدخل لإصلاح العطاب الفنية في مختلف شبكات المياه في المناطق الريفية داخل الولاية وفي هذا السياق حث الوالي على ضرورة صيانة معدات هذا المرفق العمومي وتعاطي السريع مع المواطنين وتوفير خدمة جيدة لهم في كافة مناطق تدخل المكتب وفي ختم الزيارة أدلى ولي قرغل لقناة الموريتانية بتصريح كدفيه أهمية لا مركزية في تقريب الخدمات لسكان وتسريع وترة الإجراءات الإدارية لتسير المرافق العمومية للدولة نحن اليوم في زيارة لمقر جديد للمكتب الوطني لمياه الريفية هذا المقر الأول مرة يفتتح منشأ جديد والمكتب الوطني للمياه الريفية من أهم القطاعات الموجودة في الولايات وهو المكلف بتسير المياه على المستوى الريفي تعتبر نسبة المياه اللي عنده على مستوى الولايات تناهي 70% باعتبار على أن جميع القرى والبلديات والبلدات على أنها تسير من طرف هذا المكتب هذه الخطوة بفتح إدارة جديدة وإدارة جهوية في الولايات خطوة جبارة جداً وهي اللي كنا إلينا نعود فيه من نقص على مستوى الآبار يعود نقص بسيط جداً يطلب تدخل بسيط نعودوا لاهين رجئوا لنواكشوت وبلا مركزية هذه الوسائل وبوجودها في الولاية هذا يخفف من العباء اللي كانوا يعانونها المواطنين ويعدى الأعطال اللي تخلق في هذه المشآت المائية التدخل لها يعود سريع جداً أشرف الوالي المساعد لولاية قيد ماغا محمد العربي والمحمد نا والسيد محمد زوال اليوم في مدينة السيلبابي على توزيع مبالغ نغضية لصالح 29 روضة أطفال مقدمة من طرف وسارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ويدخل هذا الدعم ضمن تدخلات القطاع الرامية إلى دعم التعليم ما قبل المدرسي وتشجيع ولوش الأطفال إلى مرحلة التأسيس للتعليم القاعدي جرت الفعاليات بحضور حاكم مقاطعة السيلبابي وعمدة البلدية الوالي المساعد لولاية قيد ماغا أكد أن هذا الدعم يأتي في سياق تشجيع التعليم ما قبل المدرسي شرب حضورنا اليوم معاكم لانطلاق عملية توزيعات نغضية لصالح 29 روضة أطفال على مستوى ولاية قيد ماغا مقدمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة لصالح أطفال ما قبل المدرسي وهذا كيف تعرفه أولوية عند الحكومة ويدخل في إطار برامج حكومية متعددة وقطاع العمل الاجتماعي يحتل منها مكانة كبيرة نعود إلى مدينة كيهايدي حيث يحتضن مقر الإدارة الجهوية للتنمية الحيوانية بولاية قرغا المساء أمسي أولى الاجتماعات التحسيسية التي تنظمها الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية مع المنامين تتي هذه الاجتماعات مواكبة للنسخة الأولى من التعداد العام للثروة الحيوانية والذي انطلق أمسي في أموم التراب الوطني ضمن سلسلة الاجتماعات التحسيسية حول نجاح الإحصاء العام للثروة الحيوانية يتي هذا اللقاء الذي جمع وفد الاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية مع رؤساء أقسامها وفروعها على مستوى ولاية قرغل وقد خصص الاجتماع لتدارس خطة العمل التي ستقوم بها الاتحادية من أجل تحسيس كافة المنامين حول ضرورة التعاطي الإيجابي مع فرق التعداد التي تتواجد في كافة مناطق الولاية وانتم باسمكم رؤساء الاتحاديات على مستوى مقاطعاتكم ولا مستوى بلدياتكم لا هين نوصيكم على انكم تقود هذه الحملة حملتكم لينما تتكاكسوا شهود كاملة وتقوموا بحملة تقود حملة جدية وتحسوا المنامين على انهم يقوموا بتصريح ممتلكاتهم من المواشي افتداء من الابل والبقر والضعن والقنم حتى الدواجد هذا مهم حتى في خبار تنمية البلد وتنمية الثروة الحيوانية والتنمية المستدامة ويواكب قطاع التنمية الحيوانية في جورجول حملات التحسيس من خلال تنظيم رحلات ميدانية للوقوف على سير عملية الإحصاء ومستوى تجاوب المنامين هذه العملية كبرى حصاء الثروة الحيوانية تكتسي اهمية كبيرة جدا عند البلد وخصوصا عند وزارة التنمية الحيوانية لأنها تجمع كثير من المعلومات إن شاء الله مستقبلية ستكون عند الوزارة هذه المعلومات ممكن تقلق منها دراسات وبرمجة وكذلك تنمية فعلا لمجال الحضري والمجال الريفي عفوا خصوصا لخص الولايات الرعاوية وكذلك الولايات كاملة بصفة عامة في موليتان وتعد ولاية جورجول من أهم الولايات الرعاوية التي تشكل قبلة للمنمين على مدارسنا نظرا لخصوبة المراعي وتوفر نقاط البياه في منطقة العطف نظم خرج قسم الصيانة الصناعية بمدرسة التكوين المهني في مدينة زورا تحفلا بمناسبة التخرج باعتبارهم أول دفعة في هذا الاختصاص جرى الحفل بإشراف مستشار ولي تير الزمور للشؤون الإدارية والقانونية شيخ التجانينيان وبحضور الطاقم التدرسي بالمدرسة وأهالي أطلاب وبهذه المناسبة أكد المستشار وهمية التكوين المهني في النهوض بالتنمية المحلية باتباره أفضل وسيلة للقضاء على البطالة وقد أشهد المتدخلون من أساتذة وذوي الطلبة بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للتعليم الفني والتكوين المهني الذي يعد رافعة للتنمية المستدامة وتخلل الحفلة توسيع شهادات على الخرجين وتكريمات للطواقم التدرسية والإدارية بالمدرسة تذمينا لدورهم في تطوير أداء طلاب خلال السنة الدراسية المسرمة نبقى في شمال البلاد حيث تواصل القافلة الصحية المغربية إجراء المعاينات والاستشارات داخل أجنحة مركز الاستطباب الجيوي بمدينة أطار وقد أجرت البعثة حتى الآن 800 استشارة في 21 تخصصا طبييا داخل المستشفى الجهوي بمدينة أطار تواصل البعثة الطبية المغربية المتخصصة أعملها لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع إقبال كبير من السكان للاستفادة من الخدمات الاستشفاء المقدمة من طرف البعثة هذه البعثة جاءوا فيها تقريبا جميع التخصصات من جراحة عامة، من جراحة عظام، من جراحة أطفال، من أمراض النساء، أمراض الأطفال، الأمراض الجلدية، أمراض العيون، السكري الهدف من هذه القابلة الطبية أولا دواء المواطنين وخاصة الأكثر احتياج لما يقدروا يسافروا وما عندهم الإمكانيات إذن جاوهم الخبرات وجاوهم ردوية وجاوهم المعدات وهذا مهم إلى أقصى درجة تهدف هذه القابلة الصحية التي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين بلدية أطار وبلدية مراكش المغربية تهدف لا تسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات الطبية هذا الإطار دي المسؤولين على المستشفات نشكرهم على المساعدات اللي عملوا في خلونا المحل دي الراديو تحت لأننا ممكننا نعملوا جميع راديوات ونعملوا جميع سكانير اللي خصوية تعمل باش نقدموا خدمات للساكنة دي الأطار جينا في إطار عضو الجمعية صفوف شرف لقنا الحمد لله إقبال كبير وترحب من الساكنة لقنا أمراض لمختصة بالقوناخ تخوز لتأكل الغضروف بكسر أمراض كذلك عندما معلقة بأسفل الظهر ودلومبوسياتالجي عند كسراتي الناس كان بعض الناس اللي يحتاجوا عمليات للقناة أورام الحمد لله بو هذه الساعة حميدة المواطنون ثمنوا هذه البادرة موكيدين دورها المهمة بتقديم العلاجات الطبية للمراجعين ما شاء الله أهمية ترساكنة أطار مهمة وفاصلة فيها كان مفصول فيها وجات في الوقت اللي تندار وبعد بادن يعادلون الناس الفوحصات يعطوها لدوية تبارك الله ما شكرنا عليهم شي الناس كاملة جبرت الدول اللي داخلت عليه تضم هذه البعثة المتخصصة واحدا وعشرين طبيبا في مختلف التخصصات الطبية وستقدم على مدى أسبوع استشارات خارجية وعلاجات وادوية لصالح المواطنين في ولاة آدرار جوبسويجي الموريتانية مدينة أطار نبقى في المجال الصحي حيث مكنت ممثلية صندوق الوطني لتامين الصحي في مدينة كيف المؤمنين عن طريق تآذر من الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل مجاني كما شرعت ممثلية الصندوق في إجراءات لتوسيع دائرة المستفيدين من تلك الخدمات الصحية توفر خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي على مستوى ولاية العصابة التغطية الصحية بشكل مجاني وشامل بالنسبة للمؤمنين عن طريق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكابحة الإقصاء التآذر فضلا عن تكفلها بـ 90% من التأمين بالنسبة للمستفيدين عن طريق القطاعات الأخرى كما تمت مواكبة للزياد الملحوظ في عدد المؤمنين بدءا من عام 2021 وقد اتسعت رقعة الخدمات على مستوى الثلث المدفوع حيث يتم العمل على استفادة جميع المواطنين على مستوى المقاطعات والنقاط الصحية من خدمات التأمين الصحي ضمن سياسة تقريب الخدمة من المواطنين الممثلية الجوية من بين هدافها تقطيط التأمين الصحي لمستوى الولاية بصفة عامة وواكبة مؤخراً ازدياد الملحوظ منذ 2021 في عدد المؤمنين عدد مؤمنين في صندوق الوطني التأمين الصحي ضعف من الرقم الذي كان عندنا إلى 105 زيادة دارك لا هي تستفادة مواطنين جميع مقاطعات ونقاط صحية الموجودة للولاية المستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي عبروا عن تقديرهم للامتيازات التي وفرت لهم والتحسينات التي يتم العمل عليها بشكل مستمر ما شاء الله كانا مواكف شي قا كانا مواكف شي خفف إلينا 10% ما شاء الله زيناء 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 عندنا اللي ياكو اللي كان أنا من اللوود اللي شاسرتي كان جبرك أنا خدمات قطعاً مسؤولة وزيناء كان ما قطع جناهم قطعاً في حالة ما حلوهنا على الحسن حال ونراودوهم كل وقت وطبعاً يكتخف في ذات والله اللي مهمة جداً بيلي فخوص الحق العشرين وثلاثين ألف وجيك نتب شوي رامزي طبعاً ما يتخطى أثم الله أربعة تلافة لتلافة مرة ألف وخمسمية هناك توجه جديد من طرف السلطات من المنتظر أن يشكل نقلة نوعية حيث يتم العمل على رقمناة خدمات التأمين الصحي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لسجل سكاني والوذائق المؤمنة ما يجعل بصمة المؤمن تمكنه من الاستفادة من كافة حقوقه الأمر الذي سيساهم أيضاً في محاربة الغش والتزوير حمد المصطفى النونو قناة الموريتانية مدينة كيفا إلى ولاية داخلة نواديب حيث يستقبل مركز سجل السكان والوذائق المؤمنة بالمدينة هذه الأيام العديد من الزوار الراغبين في استخراج أوراقهم الثبوتية ويسهم هذا المركز في تقريب الخدمة من المواطنين وسط عديد الإجراءات المتخذة لضمان شفافيتها يشهد مركز نواديب رقم واحد للسجل السكان والوذائق المؤمنة إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن أوراقهم الثبوتية وسط إجراءات نوجستية وفنية وتنظيمية لسير سيابية عمل المركز جئت هنا لدارة رقم واحد ونعدل كردان ديته وتبارك الله ما رجعني أن يكون خير كانتهم التواغض كردان ديتي وطاني لا عندهم مشكلة ما في مشكلة تبارك الله جئت هنا لمركز سجل السكان والوذائق المؤمنة بنواذيبو لأخذ أوراق ثبوتية وقد عمل النطاق من المركز بشكل جيد نشكرهم على هذه العناية بالمواطنين ومع الإقبال الكبير هذه الأيام على المركز تتخذ الإدارة عدة إجراءات من أجل تقديم هذه الخدمة بطريقة الأنسبة للمواطنين نحن نوازم بوارك أننا نوازم بوارك مناع بإنتخابات ناس يجوب ياسرين لسنة يلوجو كردان ديتات ويلوجو ملي موساخرجات بهم سيواراتون ياسرين يطلبوا الناس يجبهم موساخرجات ترجمة نانسي قنسي قنع إلا بخدامات المواطنين وقد تميزت عملية تسجيل المواطنين على سجل السكان في كافة المقاطعات على عوم التراب الوطني بتدعيم مراكز الإحصاء باللوازم والمعدات الفنية من أجل تسهيل عمل هذه المراكز الخدمية وبالعودة إلى مدينة سيلبابي نظمت المنسقية الجهوية لهيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي اليوم ندوة فكرية تحت شعار دور الديمقراطية في تحزيز السلم وتحقيق الاستقرار شركة في فعاليات هذه الندوة الفكرية عدد من الفاعلين المحليين والناشطين في هيئة المجتمع المدني وبهذه المناسبة بيّن المنسق الجهوي لهيئة الساحل عبدالله والماصى أهمية الاستحقاقات الرئاسية المقبلة ودور المجتمع المدني في بث روح التنافس الديمقراطي الإيجابي وقبول التعددية والرأي الآخر كما أبرزت مداخلات المشاركين ضرورة التعاون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات في دائرة النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات مشاهدين بهذا الخبر ناتي على ختام نشرة أخبار الولايات تذكرون بالعنوين مدينة النعمة تحتضن افتتاح ورشة عمل إقليمية لتخطيط التشغيل وتحديد أولويات البرابج التنموية في ولايات الحوض الشرطي بنك الإبداع للتمويل الأصغر يفتتح فرعا جديدا في مدينة العيون لتقريب خدماته من المباطنين في ولايات الحوض العربي شكرا على حسن إصغائي والمتابعة نلتقي في نشرة منتصف الليلة اشتركوا في القناة